السلام عليكم معكم دكتور سلالة محمود إريطا مشكلة تشققات حلمة السادي مشكلة كبيرة بتواجه أمهات كتير وخصوصا أثناء فترة الرضاعة بيبقى فيه تشققات في حلمة السادي وبتبقى عايزة تردع طفلها وبس مش عارفة نتيجة الآلام الشديدة ونتيجة الواجع اللي بتحس بيه حشان كده النهاردة جبنا لكم النهاردة جبنا لكم منتج فعال ومتميز بيعالج شققات حلمة السادي بأمان تام وبدون أي دار على الطفلة معانا النهاردة أول منتج اللي هو NB Plus Cream تمام زي ما حاجتوا شايفين NB Plus Cream ده هو أصلا الكريم ده مخصص لشققات حلمة السادي وبيحتوى على مكونات طبيعية تماما البنسينول الجليسرين عسل النحل زيت الزتون بروتين الكازين يعني مكونات طبيعية وزيت البرافين كمان مكونات كلها طبيعية وأمنة تماما طيب الNB Plus ده استعماله ممكن استعماله في أواخر شهور الحمل يعني في الشهر التام وفي الشهر التاسع كوقاية واستعماله كمان لو حصل خلاص شققات حلمة السادي حصلت استعماله كعلاج طيب هو NB Plus لما استعماله كوقاية استعماله مرتين في اليوم دهان بحركة دائرية على منطقة الحلمة والمنطقة المحيطة بيها مرة صبح ومرة بالليل ده في أواخر شهور الحمل تمام طيب لو حصلت شقوقات حلمة السادي حصلت فيه آلام وبيحصل إن المشكلة الطفل لما يجي يرضع بالأم بتحس بآلام فعلا مبرحة وبتأثر عليها وما بترضاش ترضع وممكن تلجأ لرضاعة الصناعية تمام أو اللبنة الصناعية كعلاج استعماله دهان بعد كل مرة رضاعة أو حاجة حلمة السادي نظفها كويس ودهن بعد كل مرة رضاعة يعني خليها ثلاث مرات في اليوم مرة الصبح ومرة في وسط اليوم ومرة في آخر اليوم دهان بعد كل مرة رضاعة ثلاث مرات في اليوم مرة الصبح ومرة وسط النهار ومرة بالليل تمام خلاص الان بي بلاس كريم ده زي ما حادكوا شايفين انبوبة كريم كده تمام هي كلها خمسين جرام وبسعر زهيد جدا حوالي ثلاثين جنيه يعني مش غالية خالص سعرها ثلاثين جنيه السعر بتاحها زي ما حادكوا شايفين ثلاثين جنيه طيب بيجي برضو امهات ما بتحبش تدهن الكريم وعايزين حياة جديدة وحاجة فعالة وحاجة برضو متميزة النهاردة جال لكم منتج يمكن مش معروف قد كده بس فعلا بيجيب نتائج مزهلة مع الناس ولسه منتج حديث ونازل جديد اسمه فارما جيل بريست ديسك فارما جيل بريست ديسك ده زي ما حادكوا شايفين هو اصلا مخصص برضو لالتهابات شايفات حلمة السدي عبارة عن خمس لزقات او ديسكات دائرية تمام؟ طيب ده عبارة عن ايه دكتورة؟ ده عبارة عن مية وعبارة عن جلايكل وعبارة عن بوليمر هو مكونات طبيعية تماما بيساعد انه يمتص الإفرازات وفي نفس الوقت يرتب حلمة السدي وينعمها ويمنع التشققات الميزة اللي فيه ان انا احط الديسك الواحد احطه على حلمة السدي واستعمله اكتر من مرة في اليوم استعمله اكتر من مرة يعني احطه مثلا قبل كل مرة رضاعة تمام؟ ولما الطفلة عايز يرضع اشيلها عادي جدا واحطها مثلا في باب التلاكة احطها في باب التلاكة طيب يا دكتور هل فيه خطر؟ هل فيه مشكلة على البيبي او طفل الراضيع لها يرضع؟ لا مفيش مشكلة منها خالص طيب الديسك ده بيقعد قد ايه؟ او الديسك الدائري ده اللي هو مفهود انا لما اشيلها كده تمام؟ عايب اعبارها عن لزقة كده حطها على السدي بيقعد قد ايه؟ بيقعد اربع تيام يعني الواحد بيكفي صلاحية اربع تيام ولما اخلص احطه على الحلمة تمام؟ والطفلة عايز يرضع لما اخلص احطه في باب التلاجة واستعمله اربع تيام الميزة اللي فيه انه بيخفف الاحتكاك بتاع السدر مع الحملات بتاعت السدر كمان بيساعد انه يرطى بالحلمة السدي ويقلي التشققات بدرجة كبيرة وتشققات الحلمة والجلد المحيط بالحلمة ده يعتبر من الحاجات الحديثة والحاجات اللي هي فعالة وامنة على الطفل هو بس سعرها غالي شوية سعرها 85 جنيه للخمس لازقات الخمس لازقات عاملين 85 جنيه 85 جنيه طيب يباحنا النهاردة اتكلمنا عن منتاجين الاني بي بلس كريم تمام والفارماجل بريست ديسك اني بي بلس كريم اهو والفارماجل بريست ديسك يا تستعملي الاني بي بلس كريم يا تستعملي اللي هو اللاسيقات لو حد مقتدر اصلا يستعمل الفارماجل بريست ديسك استعمالها برضو بطريقة سهلة زي ما وضحنا في الفيديو طيب ايه يا دكتور اسباب شقوقات حلمة السدي الاسباب الرئيسية ممكن الطفل يكون عنده فطريات ويأثر على الحلمة من حاجات اليمنسية جدا اه لو في فطريات في بق الطفل يقصر الحم السدي ويقصر عليها ويسبب المكروبات تمام الحاجة التانية ان الام ما بتحطش الحلمة او داخل فم الطفل او الرضيع بطريقة كويسة تمام فيحصل ايه فالطفل يبقى سنانه بتيجي على الحلمة فيحصل فيها تشقوقات فتتعب الام بطريقة رهيبة في قد ديات شقوقات حلمة السدي دي من الحاجات اللي هي اسباب الرئيسية لشقوقات حلمة السدي يبقى لازم نهتم بنظافة حلمة السدي ولازم كمان تخلي حلمة السدي جوة فم الرضيع وتخليها موضوع باحكام كمان لازم لو في فطريات تمام اللي هي حاجات بيضة بتبقى موجودة في فم الطفل الرضيع وخاصة في اول الايام بعد الولادة لازم تتعالج كويس دي من الحاجات القاسية وبرضو لازم لبس حمالات الصدر تبقى قطنية لان دي برضو عتخفف الاحتكاج كمان لازم الوحدة تهتم لازم بالمرة الاخيرة لازم الوحدة تهتم بنظافة السدي ونظافة الحلمة ولازم الاهتمام بصحة الطفل الرضيع وكمان نستعمل اي حاجة ملقون احنا قلنا على الكزواء كريم ان بي بلاس لو حصلت شقوقات او فارما جيل بريستيسك اي منتج منهم منتجات المتميزة والفعال يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم